كثير مننا يعاني أثناء استخدامه الجهاز الجوال من امتلاء مساحة التخزين الخاصة به لذلك من الخطوات المهمة هو إمكانية تخزينها في أحد خدمات التخزين السحابي دون الحاجة إلى تخزينها في جوالك وأحد خدمات التخزين السحابي المميزة هو خدمة جوجل فوتوز أو صور جوجل حيث بعد ما تفتح التطبيق بإمكانك الاطلاع على جميع الصور الموجودة في جهازك مع إمكانية مزامنتها بشكل لا محدود مع تطبيق صور جوجل فالخدمة تتيح لك تخزين عدد لا نهائي لو كان عندك 2 مليون أو 3 مليون صورة بدون أن تقل مساحة التخزين الخاصة فيك كل عالك تريد تضغط على الصورة وبعد ذلك تضغط على إعدادات صور الآن راح تلاحظ أنه فيه إعداد اسمه الاحتفاظ بنسخة احتياطية والمزامنة تتأكد أنك تقوم بتفعيل هذا الخيار ولو تلاحظ هنا حجم التحميل مساحة تخزين مجانية غير محدودة كذلك من الأشياء الرائعة هو إمكانية أنك تبحث عن الوجوه فإذا كان عندك أشخاص معينين لهم صور بإمكانك تبحث عنهم عن طريق صور وجوههم وذلك عن طريق استخدام تقنية متقدمة في الذكاء الاصطناعي بالإضافة التطبيق يمكنك من عمل ألبومات سواء ألبومات تلقائية هو يقوم بعملها عن طريق تصوير الوجوه الأشخاص أو كذلك تصوير الأماكن أو الأغراض ونحوها أو بإمكانك إنشاء ألبوم الخاص فيك طبعا إذا قمت بإنشاء ألبوم خاص فيك بإمكانك مشاركته مع أي شخص تريد عن طريق الضغط على زر مشاركة وسيستطيع الشخص الدخول معك على هذا الألبوم وكذلك من الأشياء المميزة في التطبيق هو إمكانية تعديل الصور عن طريق الذكاء الاصطناعي فإذا فتحت صورة بإمكان التطبيق ملاحظة هل تحتاج إلى تعديل أو لا في اللاحظة الآن يرى التطبيق بأن هذه الصورة بحاجة إلى إصلاح الإضاءة فقط تضغط على إصلاح الإضاءة ومثما اللاحظة الآن قام بتحسين هذه الإضاءة تضغط على حفظ ورح يتم تعديل هذه الصورة بالإضافة إذا أعجبتك صورة معينة بإمكانك البحث عنها في الإنترنت عن طريق الضغط على العدسة مثما لاحظنا الآن جاب لي الصور قريبة من هذه الصورة على شبكة الإنترنت أو نفسها كذلك من الأشياء الرائعة إذا عندك صورة بإمكانك حفظها بصيغة PDF كل عالك توي تضغط على ثلاث نقاط ومثم تدخل على حفظ بتنسيق ملف PDF بإمكانك مشاركتها مع من تريد بدقة عالية كذلك من الأشياء الرائعة في التطبيق وإمكانية مشاركة الصورة عن طريق رابط تنشره في أي مكان تدخل على الصورة ومثم تضغط على مشاركة إلا لو تلاحظ في خيار اسمه إنشاء رابط ومجرد ضغطك عليه إلا مثل ما لاحظ تم إنشاء رابط وبإمكانك مشاركة هذا الرابط في أي مكان أي أحد يدخل عليه ومباشرة يدخل على هذه الصورة الخلاصة الآن لو قمت بحذف صور من جهازك ستبقى الصور موجودة الآن في هذا التطبيق في خدمة Google Drive ولزيادة الأمان انت بتشارك حسابك أو تشارك الألبوم مع شخص لا تريده أن يدخل على هذا الألبوم ويطلع على الصور